السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مس إيماني النهاردة إن شاء الله هنحل أسئلة بنك المعرفة هنحل 117 سؤال تشوز مش هيخرج عنهم الامتحان وباقي أسئلة بنك المعرفة كلها هنحلها في الفيديو القادم بكرة إن شاء الله علشان تشوز كتير شوية فأخدت وقت شوية لو أول مرة تشوف القناة ياريت تشترك وتفعل الجرس عشان يوصل لك إشعار ببقية الحل وبقية الدروس ولو استفدت من الفيديو ياريت تعمله لايك وحتلاقي في صندوق الوصف رابط جروب التليجرام الخاص بالقناة ودلوقتي يلا بينا نبدأ دلوقتي هنكبر الشاشة بتاعتنا وحنبدأ بحل سؤال تشوز الاختياري طبعا أنا مش مجرد بس هحل لا أنا هقول كل سؤال اخترنا له إيه وليه علشان الإجابة تثبت في دماغنا لازم أعرف الاختيار ده أنا اخترته ليه بس درايفر طبعا عارفين ويعني سواء الأوتوبيس needs a space فراغ to fix the bus طبعا هنا تو لكي fix يصلح الأوتوبيس يبقى سواء الأوتوبيس محتاج مين علشان يصلح له الأوتوبيس الاختيارات عندي teacher mechanic builder طبعا هو هيحتاج مين اللي fix the bus يصلح الأوتوبيس طبعا هنختار هنا مين mechanic to the space or طبعا space يعني فاروق الحتة الفاضية or building my new house بيبني البيت بتاعي الجديد my new house بيتي الجديد حاختار builders teachers dentists طبعا dentist هو طبيب الأسنان يا ترى مين اللي بيبني البيت teachers لأ طبعا طبيب الأسنان لأ طبعا فانا هاختار builders الاجابات كلها سهلة جدا three we eat fish نحنو نتناول السمك at a big احنا طبعا بنروح ناكل سواء السمك او غيره فين museum متحف restaurant ولا school طبعا هنا انا هاختار restaurant اللي هي المطعم طبعا المفروض ان انا بقى عارف ان restaurant يعني مطعب وانا اختارها وابقى عارف ايه الاجابة الصح واختارها طبعا انا لو مش عارف الاجابة الصح في طريقة تانية ان انا حل بيها وهي طريقة الاستبعاد يعني ان انا استبعد طبعا هنا بيقول لي we eat بنتناول الفش museum طبعا المتحف لأ ما ينفعش school لأ ما ينفعش يبقى فاضل عندي restaurant اللي هي المطعم حتى لو انا مش عارف معنها حاختارها four alexandria is a space in the north of egypt طبعا north of egypt يعني شمال مصر الاسكندرية تكون ايه village town city طبعا village يعني قرية town مدينة صغيرة city مدينة كبيرة يبقى احنا هنختار city لان alexandria is a city مدينة كبيرة five the mail carrier delivers المail carrier طبعا عارفينه اللي هو مين اللي هو ساعي البريد delivers يعني يوصل الى المنازل بيوصل ايه للمنازل garbage packages ولا walls walls يعني حوائد طبعا انا هاختار packages اللي هي الطرود اللي قلنا عليها قبل كده اللي هي السنديق بيبقى فيها حاجات بنبعثها لناس عن طريق البريد لاني الاولى طبعا garbage يعني القمامة فهو بيودي الطرود six a space helps you بيساعدك with your bad tooth في سنتك الايه سنتك اللي بتقلمك bad tooth هو architect mechanic dentist طبعا architect يعني المهندز المعماري mechanic الميكانيكي dentist هو طبيب الاسنان وهو ده طبعا اللي بيساعدنا لما بيكون عندنا سنة مصابة او سنة بتقلمنا seven can you write about the proofs and space of the job يعني بيقول لي هل تستطيع ان تكتب عن المزايا وايه للمهن job job مهنة فانا حكتب بقى ايه cons cans can can طبعا كان هي العلبة cans اللي هي العلب الصفيح المعدن دي اللي بيبقى فيها المشروبات الغازية فهنا انا هياخد طبعا ايه هياخد العيوب اللي هي cons اللي هي العيوب eight space touch anything electrical with with hands طبعا touch تلمس anything اي شيء كهربائي electrical with with hands بيد مبتلة طبعا غلط ان احنا نلمس اي حاجة كهربائية بايدينا مبلولة فحكتب بقى ايه always ولا never ولا do فطبعا هاختار صح never ابدا لا تلمس اي شيء كهربائي وايدك مبتلة nine an architect اللي هو المهندز المعماري always carries يحمل a space measure ومجر ومجر قياس فهو بيحمل معاقي للقياس اسمه اللي هو الشريط القياس او اللي هو بي اس بي بالمتر ده فحنختار ايه اسمه top ولا tab ولا tape طبعا هاختار الاخيرة tape measure اللي هو شريط القياس اللي هو بي اس بي بالمتر ten my mother never gets angry امي امي لا تغضب she is very هي مش بتغضب كتير او مش بتغضب ابدا ليه عشان هي patient difficult sad طبعا patient يعني صبور difficult صعب sad حزين طبعا هي عشان patient صبورة مش بتغضب بسرعة eleven all the jobs are very كل الميهن تكون very bad important cute طبعا كل الاعمال او الوظائف او الميهن bad طبعا مش كلها bad ما بتبقاش bad عندي important to cute طبعا هاختار important اللي هي مهم يبقى all the jobs are very important مهمة مش bad ولا cute 12 in a storm في العاصفة we sometimes احنا احيانا see a flash of flash of يعني flash يعني وميد يعني ضوء بيفتح كده ويقفل تاني ضوء وميد يعني ضوء بيجي بسرعة ويروح off ايه بقى morning evening lightning lightning طبعا هو من الايه البرء اللي هو lightning 13 the phoenix fox has a thick space to keep warm الفoenix fox عنده ايه ثق سميك عشان يحافظ على دفقه keep warm طبعا fur اللي هو ايه اللي هو فارو 14 we two food نحن نمضغ الطعام with our our ايه طبعا our teeth بأسناننا احنا حافظين هدي ولا nose ولا eyes هي teeth the roots the roots الجزور بتاعت النبات طبعا grow tanmoo space the soil tanmoo فين بالنسبة لthe soil اللي هي التربة الارض الزراعية اسمها soil next to ولا on ولا under بجوار على تحت طبعا هي الجزور بتبقى تحت التربة تحت الارض يبقى هاختار هنا under 16 camels are الجميل تكون space than horses طبعا احنا قلنا اللي حضر معايا الشرح بتاع المقارنة في الفيديو المخصوص بتاع تجميعة الجرامر قلنا اول ملايذان على طول بيبقى السفة اللي قبلها فيها اي ار فهنا هو مسعبها لي شوية جاي بهم لي كلهم فيهم اي ار يعني انا مش هقدر استغل للنقطة دي في الحل ولكن هياخد بالمعنى فهنا الجمال تكون space than horses من الخيول وبعدين وضح لي اكتر قال لي they are about two meter two meter يعني اتنين متر طبعا اتنين متر ده يعتبر ايه سرعة ولا طول طبعا هنشوف الاختيارات slower أبطأ faster أسرع ولا taller أطول طبعا هنختار هنا ايه taller صح 17 I don't drink cola انا لا اشرب كولا اللي هي الكوكاكولا يعني الحاجات الغازية space I exercise everyday انا بتضرب كل يوم طبعا ايه العلاقة عندي بين اني انا ما بشربش الكولا وان انا بتضرب اني التصرفين healthy صحيين صحي ان انا ما اشربش الكولا وصحي ان انا اتضرب كل يوم عشان كده طبعا هربط باند هنا هو مساهلهلي خالص حتى مش جايب but عشان ان انا اطلق but لا هي and طبعا for so for من اجل وصول ذلك اللي اتنين مالهمش علاقة بالموضوع خالص فانا هختار and 18 last year العام الماضي my friend صديقي space to England انجلاند طبعا يعني انجلترا فانا هختار played worked ولا traveled طبعا انا هختار ايه traveled سافرة الى انجلترا لان ما ينفعش لعبة الى انجلترا played ولا worked اللي هي لا اللي هي عملة فانا هختار سافرة traveled 19 my father works on a ابي يعمل على ايه he meets many tourists هو meet يقابل عارفين طبعا هو يقابل many كثير من الايه السائحون او السواح يعني فهو بيشتغل على ايه factory tourist or school طبعا اللي بيقابل كثير من السياح يبقى اكيد بيشتغل على مركب سياحية اللي هي tourist boat لكن طبعا فاكتوري اللي هي المصنع و school مدرسة مفهمش اي سائحون خالص 20 we eat breakfast نحنو نتناول الفطار in the evening morning afternoon طبعا احنا بنفطر امتى بنفطر morning الصبح لكن لو قال لي مثلا lunch اللي هو الغداء يبقى afternoon ولو قال لي dinner العشاء بقول له evening 21 plants need النباتات تحتاج space and water to grow بتحتاج ايه ومية علشان تنمو sunlight leaves ولا fruit طبعا sunlight ضوء الشمس leaves اوراق الشجر fruit فاكهة طبعا النبات بيحتاج المية وضوء الشمس عشان يعمل food طعامه فانا هنا هختار sunlight 22 we have two space they help us to breathe عندنا ايه تنين منو two هالبقص بيساعدونا to breathe ان احنا نتنفس noses احنا آقا nose بتساعدنا ان احنا نتنفس بس عندنا منها اتنين لا هي واحدة يبقى ما تنفعش teeth الأسنان طبعا ما لهاش دعوة بالتنفس يبقى عندنا lungs اللي هي الرئتين twenty three birds have one space الطيور عندها one wing feather beak طبعا عندها ايه واحد جناح wing واحد بس ولا عندها ريشة واحدة feather ولا عندها beak منقار واحد طبعا هي عندها كل دول بس عندها اللي عندها منه واحد بس هو beak اللي هو المنقار فهختاره twenty four we use the space to make things bigger احنا بنستخدم ايه to make لنجعل things الاشياء bigger اكبر بنستخدم plant cell macroscope ولا pen طبعا plant cell يعني خلية النبات macroscope يعني الميكروسكوب جهاز الميكروسكوب اللي هو بنشوف به وبين قلم طبعا هنختار هنا واضح جدا macroscope twenty five i eat healthy food انا اكل طعام صحي i exercise انا اتدرب العلاقة بين الاتنين العلاقة بين الاتنين ان هما الاتنين حاجات healthy يبقى فيه توافق بين الاتنين يبقى حاربوت the end twenty six reem gazelles اللي هي غزلان الريم have big ears عندهم ودان كبيرة and long وطويلة coats horns hooves طبعا احنا عارفين coats اللي هو الفرو كوت اصلا معناها بالتو ولكن هنا معناها كمان الفرو وهنا horns اللي هي القرون hooves الحوافر طبعا هي عندها horns قرون اللي موجودة في راسها دي twenty seven camels الجمال perfect for the desert ملائمة او مناسبة للسحراء طبعا camels جمع هتاخد is ولا r طبعا هتاخد r طبعا واضح ما لهاش دعوه بالموضوع لانها بتتكلم عن ماضي وإحنا بنتكلم عن facts يبقى اذا كل الزمن بتاعنا مدارة twenty eight a snake الثعبان is space dangerous than a fox فانا هنا عايزة اقول الثعبان اكثر خطورة من الثعلب فهنا انا الاحظ ان عندي dangerous بعدها than طبعا than بتيجي مع er لو الصفة قصيرة ولو الصفة طويلة بجيب قبل الصفة ايه طبعا more طبعا more لان most طبع ذا the most ولست طبعا طبع ذا برضو يبقى انا هنا هاخد more عشان وجود than وعشان انا بقارن هنا بين اتنين twenty nine chickens give us الدجاج يعطينا eggs ولا milk ولا grass طبعا هنا واضح جدا هو بدينا eggs بيض لان milk لابان grass يعني العشب دول ايه مش the chickens الفراغ ما بالدجاج بيعطينا eggs thirty our heart space blood around our body heart طبعا عارفينه يعني القلب قلبنا بيعمل ايه في الدم blood around our body في انحاء الجسد طبعا هنا عندنا breathes exercises pumps طبعا breathes يتنفس exercises يتضرب bumps يدخ فاحنا هنختار طبعا ايه صح pumps يدخ thirty one how space is a camel هنا انا ما عرفش اكتب الاجابة الا لازم اقرأ السؤال لان هوارد تبقى how tall how heavy how fast how old how اي حي يعني ممكن كذا حاجة تنفع هنا اشوف بقى الاجابة هي اللي هتحدد لي فهنا بيقول لي it's about one point nine meter tall يبقى هنا بيكلمني عن طول يبقى انا هختار ايه ببساطة how tall thirty two space are green green طبعا اخضر leaves roots soil الاوراق ولا الجزور ولا التربة طبعا هختار leaves thirty three space have seeds inside ايه هحط ايه في ال space في الفراغ يكون عنده seeds بزور inside داخله tomatoes lungs ears طبعا lungs الرئتين و ears الأذنين طبعا ما فهمش اي seeds بزور اللي فيها البزور داخلها طبعا هي tomatoes thirty four camels have large flat space يعني انا هحط في ال space هنا في الفراغ حاجة تكون عند الجمل تكون large و flat مسطحة so they can عند الجمال هم بيقدروا walk on the sand بيقدروا يمشوا على الرمال بواسطة الحاجة دي طبعا فهم هنا هختار مين بيمشوا على مين وبتكون مسطحة hands feet legs طبعا feet الأقدام بتاعتهم hands لا اللي هي hands يد hands يدي legs جمع legs ساق ثقان فهنا هختار feet thirty five a camel is space than a horse الجمل يكون ايه من الهورس heavy heavier heaviest هختار heavy ولا heavier ولا heaviest فطبعا عندي بعد النقط than يبقى اختار السفة اللي اخيرها er يبقى اختار heavier اثقل لو انا فيه قبل النقط the كنت اختار heaviest heaviest طبعا هيفي بختارها لو اقول a camel is heavy بس من غير مقارن بينه وبين حد فبحط الصفة مجرد thirty six بيقول لي elephants الأفيال or space than dogs نفس الحكاية برضو هنا جايب لي than بس جايب لي اتنين ينفعوا اللي هي thinner و bigger طبعا بيك مش هاخدها خالص عشان than لازم er يبقى الافيال ارفع ولا اضخم اكبر حجما من dogs طبعا هاختار صاح bigger thirty seven let's find our city on the هيا بنا نجد find negative city مدينتنا our city على ايه on the ايه المدينة ممكن الاقيها في ايه map tab lab طبعا هلاقيها على الخريطة فهاختار map thirty eight in the space the weather is very hot الطقس حار جدا فين بيبقى الطقس حار طبعا عندي fall winter summer fall الخريف winter الشتاء summer الصيف طبعا هاختار الدنيا بتبقى حرف ايه summer thirty nine camels have large flat الجمال عندها حاجة تكون كبيرة large و flat مسطحة طبعا هي feet الاقدام مش eyes ولا cars ما هي معنداش cars عربيات اصلا forty we breathe air نحنو نتنفس الهواء through our خلال our nose ears eyes يبقى من نتنفس خلال our ايه nose انفنا forty one we should space food will لا شود معناها يجب ان بيجي بعدها الفعل يجب نعمل ايه في الفود والكويس حسنا يعني نعمله ايه في الاكل كويس to breathe drink طبعا احنا food ما بنشربهوش drink لقا breathe ما بنتنفسهوش breathe يتنفس لقا to اللي هي يمضغ يجب ان نمضغ الطعام جيدا طبعا هي دي الاختيار forty two we breathe through our رح ننتنفس من خلال our eyes stomach nose بنتنفس خلال من خلال our nose طبعا انفنا ولا معديتنا ولا عنينا forty three snakes or الثعابين تكون birds dangerous plants طبعا بيردس طيور الثعابين مش طيور ولا هي بلانتس نباتات هي حيوانات بس هي ايه dangerous خطر فانا هاختار dangerous 44 how space is a horse هاو ايه برضو لقلنا الاسئلة بتاعت هاو دي لازم اقرأ الاجابة كويس فبيقول لي it's about هو حوالي 459 كيلو جرام حوالي 459 كيلو جرام يبقى دا هو بيسأل عن ايه how a is a horse long heavy happy طبعا long الطول الافقي وهبي سعيد انا هاختار heavy كامل وزن لانه عاطيني بكيلو جرام وكيلو جرام دا وزن لكن الميتر طول طول هنا اخترت heavy 45 we use our respiratory system to space يعني نحن نستخدم جهازونا التنفسي respiratory system to digest smell breathe بنستخدم جهاز التنفسي طبعا عشان ايه نهضم digest ولا نشم smell ولا breathe طبعا breathe نتنفس 46 what is the space animal in the world ماذا يكون طبعا عندي قبل النقط هنا the يبقى اكيد اكيد هاختار الصفة اللي اخرها ايه صح EST فأنا حختار biggest يبقى لو لقيت قبل النقط ذا حختار الصفة اللي أخيرها EST لو لقيت بعد النقط THAN حختار الصفة اللي أخيرها ER عشان زي ما قلنا ER THAN ER THAN ذا EST ذا EST 47 WE HAVE SPACE IN THE MORNING نحن نتناول إيه طبعا BREAKFAST حلينا زيها قبل كده 48 WE USE THE OF CAMELS بتاع الجمال نستخدم إيه بتاع الجمال TO MAKE CLOTH عشان نعمل ملابس بنستخدم إيه ميت ملك فر طبعا بنستخدم فر الفر ميت لقى الميت بيتاكل وملك بيتشرب لكن بيتعمل منه الملابس هو الفر 49 SPACE GROW VEGETABLES FOR US TO EAT مين بيزرع خضروات لنا عشان ناكلوها انجينيرز فارمرز داكترز طبعا انجينيرز مهندسين فارمرز فلاحين داكترز أطبق طبعا اللي بيزرع GROW VEGETABLES أو GROW VEGETABLES أو GROW FOOD أو PLANTS عموما هما مين فارمرز 50 We use our space system to digest the food we eat يعني احنا بنستخدم جهازنا ايه to digest طبعا يبقى digestive system يبقى digestive system to digest food لكن respiratory system to breathe عشان نتنفس 51 TOMATOES HAVE الطماطم فيها space inside فيها ايه داخلها flowers leaves seeds فيها flowers زهور leaves اوراق شجر ولا seeds بزور طبعا TOMATOES فيها ايه من داخلها فيها seeds بزور inside داخلها 52 space have large beautiful eyes have عندهم طبعا يبقى الاسم اللي قبلها جامع عشان هاف بتيجي مع الجامع عندهم beautiful eyes عيون جميلة طبعا هنا ايه horses ولا plants ولا flowers طبعا plants و flowers ما عندهمش عيون اصلا هي هنختار horses الخيول 53 we space chickens in egypt طبعا chickens الدجاج احنا بنعمل ايه في الدجاج في مصر produce raise grow طبعا الدجاج لا يزرع يبقى grow غلط يبقى انا هاختر ايه raise يربي طبعا grow plants نزرع النباتات لكن raise animals بنربي الحيوانات والطيور زي chickens طيور 54 the phoenix fox lives in the phoenix fox طبعا صديقنا بيعيش فين in the desert sea sky ثعلة بالفنك بيعيش في ديزرت في السحراء لكن c بحر وسكاي سملأ 55 i eat vegetables space exercise باكو الخضروات اتدرب العلاقة بينهم توافق يبقى ححط and 56 a cat is small القطة صغيرة space a horse is big a horse is big يعني الحصان كبير طب ايه العلاقة بقى بين الجملتين بيقول القطة صغيرة والحصان كبير هنا صغيرة وهنا كبير يبقى العلاقة بين الجملتين هنا تناقض يبقى انا ححط but يبقى الجملتين المتوافقين مع بعض هحط and المتناقضتين مع بعض هحط but 57 we space the plant every day احنا بنعمل ايه في النباتات كل يوم water read look طبعا هنا النبات بنعمل ايه فيه كل يوم ان احنا بنسقيه تبقى water لانه water لها معنى يسقي زي ما لها معنى ماء لكن read look لا read يقرأ احنا مش بنقرأ البلانت النبات ولا look لا look بيجي معها at look at the plant انت معلش ينظر على النبات ماجي بس ما فيش اتي بقى خلاص look مش هتنفع 58 horses or الخيول تكون birds animals plants طبعا plants نباتات الخيول او الحسينة ما هيش نباتات ولا birds ولا طيور امال هي ايه هي animals حيوانات the last one اخر واحدة هنا في الصفحة بيقول لي some seeds بعد البزور can تستطيع space on water تقدر تعمل ايه في المية stick تلزق move تنتقل float يعني تطفو طبعا هنا احنا عارفين ان seed can float float تستطيع ان تطفو انوطر على سطح الماء عشان تنتقل من مكان لمكان جديد تتزرع فيه بقى هنا هختار float تطفو يعني تعوم كده فوق الماء طبعا احنا مكبرين الشاشة عشان نشوف الكلام كويس suggestion we space our garden plants every week احنا بنعمل ايه في our garden plants نباتات الحديقة بتاعتنا كل اسبوع every week water drink paint water بنسقيها drink نشربها ولا paint نطليها او بنلونها يعني فهنا هقول we طبعا بنسقيها water بنسقيها excuse you one we use our space system to digest food بنستخدم الجهاز ايه عشان digest food ان احنا نهضم الطعام digestive system digestive system suggest you two we produce vegetables نحن ننطق الخضروات like space and potatoes زي ايه والبطاطس طبعا هو قال لي vegetables vegetables يعني اختار خضار خضروات يعني لو فكها لا ما خدهاش عندي هنا onions bananas water melon طبعا onions يعني ايه يعني بصل bananas موز water melon يعني بطيخ فانا هاختار طبعا onions سكستي ثري my school is space a hospital المستشفى and the post office يبقى بيقولي المدرسة بتاعتي موقعها بالنسبة في بعدها اسمين اللي هو المستشفى ومكتب البريد لما تلاقي عندك نقط وبعدها اسم حكتين اسم ما كانين او شيئين فانت حتحط between بين 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 لكن انظر تحت وين فيه ما يجوش خالص في الجملة دي سكستي فور go space a head then turn right بيقولي هنا امشي ايه وبعدين turn right ايه وديمين go طبعا straight ولا street ولا stick طبعا هنا straight ahead يعني امشي بشكل مستقيم للامام ثم then turn right ايه ود يمين نادا تحب fruits الفكهة and vegetables والخضروات she is اللي بيحب الفكهة والخضروات ده بيبقى ايه healthy ولا unhealthy صحي ولا غير صحي طبعا scary مخيف لا علاقة لها بالموضوع بس هو جايبها معنا عشان هو عايز 3 خيارات فانا حاخد healthy ولا unhealthy طبعا اللي بيأكل fruits وفكه و vegetables ده بيبقى healthy حاخدار healthy صحي سكيستي ناين what do farmers raise in Egypt ماذا يربي الفارمرز الفلاحين في مصر raise يعني يربي طبعا لو قال لي grow يزرع حاخدار plants او food او tomatoes او اي اسم نبات لكن هنا بيقول لي raise يربي يبقى انا حاخدار اسامي حيوانات او طيور فهنا بيقول لي space cows and ducks يعني بيربي ايه وكاوز ابقار ودكس بط انا طبعا هاختار ايه هاختار chickens دجاج 70 space are very dangerous animals حيوانات خطرة جدا crocodiles cats pelicans طبعا cats وطط ما هيش خطرة ولا حاجة pelicans ما هيش حيوانات اصلا دي طائر البجع مرضو هو مش خطر ولا حاجة يبقى عندي هنا crocodile اللي هو crocodiles اللي هما ايه التمسيح هي اللي dangerous خطر 71 the plant cell الخلية بتاعة النبات is very space very ايه بقى حطيه في ال space الفراغ we use a microscope to see it هو شرح لي بقى في الاخر قال لي ان احنا بنستخدم microscope اللي هو الميكروسكوب يعني علشان نشوفوها يبقى هو هنا عايز اي صفة عايز صفة نية صغيرة عشان كده احنا بنضطر نشوفها بالمايكروسكوب يبقى هنا حاختار small short big طبعا هاختار مين صاح small 72 to mix something again means two mix again يعني ايه يعني اتخلطه تاني طالما لقيت اجان يبقى re على طول يبقى هنا ححط ايه ححط remix الاخيرة 73 my friend صديقي has a burn عنده حرق burn يعني حرق hold here طبعا طلعت صديقتي عشان here يعني بنت ملكية للبنت hold here hand under space water يبقى حط ايدها تحت مياه هي طبعا عندها لا سعفة ما ينفعش احطها تحت مياه سخنه و الا الموضوع حيزيد المشكله حتزيد ولا مياه دافية حتى فانا هحطها تحت cold water مياه باردة علشان تخفف شوية من سخونة الحرق 74 A او N space طبعا هنا في ال space هحط اسم مفرد سواء يبدأ بساكن عادي او متحرك عادي لان هو قال لي ممكن احط A او N collect garbage everyday يجمع يجمع القمامة كل يوم مين اللي بيجمع القمامة كل يوم garbage collector ولا builder ولا electrician طبعا electrician اللي هو الكهربائي والbuilder البناء البناء عاملة البناء البناء يبقى انا هاخطار طبعا garbage collector اللي هو جامع القمامة هو اللي بيجمع القمامة everyday 75 in the day natural light youth 77 babies play with الاطفال الرضع بابيز يعني الاطفال اقل من سنتين play with بيلعب بيه electricity يعني الكهرباء screwdrivers ولا plugs طبعا screwdrivers يعني ما فكات plugs المكعبات طبعا هما بيلعبوا بايه لا كهرباء ولا مفكات 78 المكعبات the space the space is very cold today ايه اللي هو يكون cold برد today اليوم طبعا job مهنة weather الطقس حالة الجو يعني screwdriver اللي هو قلنا عليه المفك طبعا هو هنختار weather 79 there is a couch you got couch canaba and a television and a television in there living room kitchen bathroom living room حجرة المعيشة kitchen bathroom bathroom طبعا couch بتبقى موجودة في living room حجرة المعيشة 80 we live in space a او am فحاختار كلمة اولها ساكن او متحرك وتكون مفرد اسمه مفرد on the second floor في الطابق السادس يبقى احنا بنعيش في ايه في الدور السادس او الطابق السادس street garden apartment طبعا احنا بنسكن في ايه مش في الشارع ولا في الحديقة street to garden طبعا يبقى ايه apartment شقة 81 i sleep in there انا بنم فين dining room حجرة السفرة bathroom الحمام bedroom حجرة النوم طبعا بننام في bedroom حجرة النوم 82 بعض الناس بيعيشوا في ايه it's made of clothes مصنوعة من القماش ايه اللي مصنوعة من القماش بيعيش فيها الناس tent houseboat cave 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 houseboat لا طبعا المستشفى والسوبر ماركت ما بنتعلمش فيهم فين بالنسبة لبيتنا ناكست طبعا ناكست لازم يجي معاها تو مايجيش اوف اون طبعا ما تنفعش على بيتنا شجرة يبقى عين فرانت اوف عشان اوف كمان بيجي معاها اين فرانت اوف طبعا هنا برضو سؤالة شوز بس عندنا فوق الاختيارات هاخد من الليست من القائمة اللي فوق فانا بتعامل مع السؤال ده ازاي الاول اقرأ الكلمات اللي فوق المفروض اننا هحطها في الفرغات وبعدين ابتدي اقرأ الجمل اللي تحت واناقى واحدة واحدة من فوق اننا احطها تكون مناسبة في الفراغ ده بس الاول اقرأ الكلمات اللي فوق اللي في القائمة ما ينفعش أخش أحل على طول من غير ما أقرأ الكلمات اللي في القائمة لازم أقرأ الكلمات اللي في القائمة وفهمها لنفسي واحدة واحدة فعندي هنا مثلاً بوصف بها الشيء بأنه هو كهربائي يعني بيشتغل بالكهرباء خطر يعني يتحكم فيه فهنا بيقول لي electricity الكهرباء is very space هحط إيه في ال space عايزة هنا جايب لي الكهرباء وتكون يبقى أنا عايزة هنا صفة أوصف بيها الكهرباء فأنا حدور فوق حلاقي مية الكهرباء مية الكهرباء كهربائي لا لا ما كهربائية لا يبقى حلاقي هنا كلمة dangerous هي المناسبة يبقى حقول electricity is very dangerous خطرة جداً بعد كده بيقول طبعاً أنا اخترت dangerous أحط عليها خط فوق كده عشان أكتبها تحت وحط عليها خط عشان يعني ما أخدهاش تاني في نقط تاني بيقول if we get an لو احنا get an نقط لو احنا حصل لنا ايه check يعني صدمة ايه we can't طبعاً هي صدمة ايه electric كهربائية we can't نحن لا نستطيع space our body bodies احنا ما بنقدرش نعمل نتحكم في أجسامنا يعني لقدر الله اللي بيجيه له صدمة كهربائية ما بيقدرش يحرك جسمه حتى يبعد نفسه من المصدر اللي هو مسبب له الصدمة فإذا هنا هنكتب ايه control يتحكم it can also space us ممكن كمان يسبب ايه لنا also burn us يحرقنا يعني يعمل حرق في الإنسان اللي هو ممكن يجيه له الكهرباء يعني electricity is always trying to go into the ground ليه بقى؟ لأن الكهرباء دايماً بتحاول تروح إلى الأرض go into the ground the ground يعني الأرض it travels easily وهي بتنتقل بسهولة travels تسافر أو هنا معناها تنتقل easily بسهولة through خلال space and our bodies خلال ايه؟ وخلال كمان أجسامنا طبعاً أجسامنا all 70% من جسمنا water 70% من جسمنا مية وهي بتحب تنتقل خلال المية فإذا عشان كده هي بتعتبر خطر على الإنسان طبعاً هنا ثرو حكتب water القطعة number two بيقول لي هنا mangoes اللي هي المانجة grow يزرع أو ينمو delicious لذيذ sugar cane اللي هو قصب السكر water melon اللي هو البطيخ بيقول لي fruits grow in different times الفاكهة تنمو in different times في أوقات مختلفة of the year في العام يعني كل وقت في السنة ليه نبات معين بينمو فيه بيكون الجو مناسب ليه في الوقت ده we space different kinds in Egypt عايزة أقول نحن نزرع أنواع مختلفة في مصر يبقى أنا عايزة كلمة يزرع اللي هي grow يبقى we grow different kinds أنواع مختلفة in Egypt وبعدين بيقول لي space and space grow in the summer بيتزرعوا في الصيف ايه و ايه بيتزرعوا في الصيف فأنا حجيب من فوق أسامي حاجات بتتزرع في الصيف طبعا مشهور جدا water melon بيتزرع في الصيف البطيخ mangos المنجة في الصيف برضو يبقى حكتب في النقط دي water melon و mangos بس يا طرى بقى حكتب مين الأول هو المفروض في كجملة يعني لو أنا هما مش جايين في أول الجملة كده كان أيهم يجي الأول ماشي بس هنا لازم أحط الأول ها حرف capital الأول لأن هي أول الجملة لأن فيه قبل الجملة هو بعد إيه جيبت فيه فلسطاب نقطة يعني الجملة خلصت وبدأت جملة جديدة فأنا حبتجي الجملة جديدة طبعا بحرف capital يبقى أنا مضطر أكتب mangos الأول عشان هي الأم فيها capital يبقى هي اللي حتيجي الأول بيقولي بقى we get sugar نحن نحصل على السكر from من ايه طبعا من ايه sugar cane أصب السكر fruits all الفاكهة طبعا تكون ايه delicious delicious يعني لذيذة three angry got bone helping you say it teacher moderns explains يشرح patient يعني صبور يعني عنده صبر فهنا عندي أول واحدة بيقولي my friend rana صديقاتي rana likes not people تحب تعمل إيه للناس people طبعا لايكس لو جي بعدها verb بيجي verb plus ing verb أخره ing يبقى إذن أنا حكتب هنا ايه helping people تساعد الناس she is very هي very space very a very هاختر لها صفة هنا طبعا فوق مش هلاقي صفة فوق خالص غير ما عنديش بس غير patient اللي هي صبورة everyone likes her كل شخص بيحبها because she never عشان هي أبدا never gets space حكتبقي بقى في space عمرها ما بتغضب يبقى she never gets angry عمرها ما بتغضب she space things all the time هي بتعمل إيه في الأشياء طول الوقت things هنا حكتب إيه تشرح explains explains things all the time طيب طالما هي بتشرح الأشياء طول الوقت هي عايزة تبقى إيه صاح she wants to be a teacher هي عايزة تبقى مدرسة عشان المدرس هو اللي بيشرح هنا عندي القائمة فيها living room حجرة المعيشة garden حديقة bedroom حجرة النوم rooms حجر house منزل بيقول لي my grandparents جدي يعني جدي وجدتي live in a big بيعيشوا في إيه كبير big with a garden وفي حديقة بيعيشوا في house house طبعا a big house بيت كبير وفي جاردن حديقة it has it هنا عائدة على المنزل بيقول لي it has many عنده إيه mini كثير عنده كثير إيه طبعا هنا هاختار إيه rooms كثير من الحجر حجرات rooms طب ليه ما حطتش bedroom لأن bedroom اسم مفرد وانا عندي mini لازم يجي بعدها اسم جامع فانا هحط rooms there are two beds يوجد سررين in my space يوجد سررين فين في my bedroom طبعا bedroom هي اللي بيبقى فيها beds اسرة i watch tv أنا أشاهد التلفزيون in the space فين in the طبعا living room حجرة المعيشة هي اللي فيها التلفزيون الجملة الأخيرة بيقول لي i love playing أنا أحب ألعب with my cousins مع أولاد عمي in the in the بنلعب فين بقى بتاعت المنزل اللي بره دي in the garden في الحديقة five أول حاجة عندي juice عصير lunch الغداء chicken دجاجة أو دجاج دجاجة أو لحم الدجاج delicious لذيذ fruits بيقول لي I am hungry أنا جعين I want to have my أريد أن أتناول the food is الطعام يكون هنا هختار صفة للطعام أنا فوق ما عنديش صفات أصلا غير هي delicious اللي هي لذيذ I love space two وأنا بحب أيضا I love صح هجيب طعام تاني اللي هو fruits I love fruits two بحب الفواكه أيضا I want to have watermelon أنا عايز أتناول بطيخ and drink some وأشرب drink يبقى juice على طول يشرب يبقى عصير some juice بعد العصير sex small wings noisy peaks amazing طبعا small صغير wings أجنحة noisy يعني ضوضائي بيعمل دوشة peaks مناقير جمع peak amazing مدهش بيقول I like birds أنا like birds ألوت أحب الطيور كتير I see them أنا بشوف every day كل يوم they have space to fly هم عندهم have يعني يملك هم يملكوا to fly عشان يتيروا بيهم طبعا الطيور بتتير بال wings اللي هي الأجنحة they they are space هم هنا عايزة برضو أوصفهم هم يكونوا إيه برضو لو بصيت أنا فوق مش هلاقي هلاقي عندي amazing إن هم مدهشين زيارة amazing birds have الطيور عندها space and tails عندها إيه وtails طبعا عندها peaks اللي هي المناقير وعندها tails وديول يعني tails جمع tail اللي هو tail يعني some birds بعض الطيور are big تكون كبيرة and the others are وآخرون يكونوا هنا هقول إيه وآخرون يكونوا إيه طبعا small بعضهم كبير وبعضهم صغير some of them بعض منهم are ر ايه طبعا هاختار برضو صفة من فوق أنا فوق عندي ثلاث صفات اللي هي small و amazing فاضل عندي noisy اللي هي ضوضائيين يعني بيعملوا دوشة noisy seven عندي where color beautiful friends repented where اللي هي الماضي بتاع or اللي هي كانوا color لون beautiful جميل friends أصدقاء repented يعيد الطلو بيقول لي my house is old بيتي أديم I wanted to make it أنا wanted to أرد to أن كنت عايز يعني make it أخلي أو أصنع أو أجعل أجعل إيه هاختار برضو صفة أنا عايزة يبقى إيه وهو قديم وأنا كنت عايزة يبقى إيه كنت عايزة يبقى صح beautiful جميل I space it عشان عايزة يبقى جميل فأنا إيه هعيد طلاؤه من تاني يبقى I repented repented يعني طليته مرة تانية يعني repent again طليته تاني I repented it the new space was green and red الإيه جديد كان أغدر وحمر أغدر وحمر دي إيه ألوان يبقى حاختار هنا إيه صح color my space helped me يساعدني مين اللي بيساعدني مين بيساعدوني في طلاء البيت طبعا هنا يبقى أنا عايزة أشخاص فوق عندي best friends يبقى my friends أصحابي بيساعدوني و space very happy يبقى إحنا كنا سعداء فين كنا اللي هو ماضي R اللي إحنا قلناها فوق أو الوحدة اللي هي where وبكده يبقى إحنا أخدنا كل أسئلة choose اللي في بنك المعرفة حلينا 117 اختيار طبعا لن يخرج عنهم الامتحان بأي حالم الأحوال حييجي من الاختيارات دي إن شاء الله وهي الاختيارات دي حتساعدني في سؤال الاختيار نفسه وحتساعدني في الأسئلة التانية سواء match وصل أو حتى في القطعة اللي أنا هحل عليها برضو أما أكون فاهم الكلمات دي حفهم هناك طبعا أنا كنت هعمل كل أسئلة بنك المعرفة فيه فيديو واحد زي ما قلت بس لقيت اخد تقريبا ما يقرب من ساعة فهنكتفي في الفيديو ده بتشوز والفيديو القادم إن شاء الله نكمل فيه بقية الأسئلة بتاعة بنك المعرفة اللي هي ماتش والبنك والقطعة وعليها أسئلة وكمان اكتب جملة وسؤال الترتيب ري أرانج اخد كل ده في الفيديو القادم إن شاء الله اشترك في القناة فعل الجرس عشان يجيلك إشعار بالفيديو الجديد ببقية أسئلة بنك المعرفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومس إيمان وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو